السلام البنات كديري اللبس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك أن الفيديو ديال اليوم غادي يهم كل سيدة كتنتظر بفارغ الصبر تكون أم كل سيدة تأخر عليها الحمل والسبب أنها ممكن البويضة ديالها ما وصلتش للحجم المناسب في هذا الفيديو غادي نعرفو كيفاش نوصلوا ديك البويضة لواحد الحجم اللي هو مثالي واحد الجودة كذلك باش يحصل الحمل بشكل طبيعي لأن مجموعة من السيدات كيسولوا هاد السؤال واش ممكن لهم يتحكموا في حجم البويضة ولا لا الجواب هو نعم ممكن تتغيري الحجم ديال البويضة ديالك وترجعها لواحد الحجم مناسب باش أنها تستطع تخرج من المبيض وتلقح بإذن الله لزيادة حجم البويضة في يوما البويضة الطبيعية اللي كتكون جاهزة للتلقيح كيكون الحجم ديالها ما بين 17 أو 18 ميلي متر تل 25 ميلي متر ولذلك غدينعرفوا في هذا الفيديو الطرق اللي ممكن تزيد من حجم البويضة خلال يومان فقط مع ضرورة اتباع نصائح الطبيب وكذلك نصائح يعني اليومية اللي ممكن أنك تغيري بها من شكل وحجم البويضة هناك العديد من تساؤلات اللي كتدور في العقول ديال السيدات عن الإبرة التفجيرية منها السؤال ديال عمر البويضة شحالك تبقى البويضة عايشة بعد الإبرة التفجيرية هذا السؤال كذلك نقدو نجاوب عليه في هذا الفيديو باش ما يبقى عندك تشي تساؤل على هذا الموضوع وكذلك غدين يكون في هذا الفيديو طرق زيادة حجم البويضة خلال يوما أسباب حجم البويضة الصغير البويضة الصغار شنو هو الأسباب ديال تكون هاد البويضة بحجم صغير وكذلك الطرق الطبية المستخدمة في علاج حجم البويضات الصغيرة ووصفات طبيعية وكذلك يعني شنو العلاجات الممكنة لتنشيط عملية التبويض كل هاد الأمور هادية غدي تكون في هاد الفيديو باش تبعي هاد المراحل هادي بكل دقة ويحصل عندك الحمل بسرعة بالنسبة لطرق زيادة حجم البويضة خلال يوما أهم الطرق اللي كتعزز من زيادة حجم البويضة وكتأدي للعلاج بسرعة هي ضرورة تناول غداء صحي مع السير على نظام معتمد على سعرات حرارية منخفضة ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة تناول السيدة يوميا حمض الفوليك وتناول كذلك السمسم اللي باللون الأبيض بشكل يومي تقريبا جوج معالك كبار من السمسم يوميا بالنسبة للسيدات اللي كيعاني ومن ضعف الإبادة هاد الأمر هادا غدي حسن من جودة البويضة بشكل كبير بزاف وغد يحدث الحمل بشكل طبيعي تناول مشروب الزنجبيل الساخن بانتظام هاد المشروب هادا كي ينقل رحم كي يساهم في تنشيط البويضات بشكل طبيعي مشروب رائع جدا ومن ضمن الوصفات الطبيعية اللي كتساعد على الحمل ممكن تشربه الزنجبيل بالنسبة للسيدات اللي مكي قدوش على الطعم دياله المر ممكن تشربه أو الطعم دياله الحار ممكن تشربه في أواخر أيام الدورة الشهرية باش ينقلك الرحم بعمقه يهي ذيك البويضات باش أنها تكبر بشكل طبيعي وكذلك ضرورة البعد عن كل ما يسبب التوتر والشعور بالقلق والضغوطات النفسية تناول التمر بصفة منتظمة شرب الباب نوج أو القرفة بشكل يومي ولكن تفادئ بطبيعة الحال بعد أيام الإبادة لأن هذا الأمر ممكن يسبب في إجهاد لقدر الله فالقرفة حاول تشربها قبل أيام الإبادة بعد أيام الإبادة جميع المشروبات الساخنة مخصناش نتناولوها باش نتفادوا أن ذيك البويضة تبقى يعني في جدار الرحم وما تسقطش لقدر الله وكذلك لابتعاد عن العلاقة خصوصا قبل التخصيب لمدة يومان أو ثلاثة أيام باش تعطي فرصة أكبر للحيوان المنوي أنه يتكون بشكل طبيعي ويتجدد وكذلك باش يكون الكمية مناسبة للتلقيه وكذلك شنو هما أسباب حجم البويضة الصغير هذا السؤال ممكن تسوله سيدة توجد مجموعة من الأسباب اللي ممكن تنتج عنها بويضات ذات الحجم الصغير واللي كتكون غير مناسبة للتخصيب ومن أهم هذه الأسباب وجود طرابات في الغدة النخامية معدل الهرمونات اللي كتعمل على تعزيز إنتاج البويضات كي يكون قليل عملية التبويض ممكن تكون حدثات بشكل مبكر ويكون يعني عوارد وقوف وانقطاع الدورة الشهرية مبكر ولكن مع كل هذه الطرق يجب على هذه السيدة التوجه للطبيب المختص والاستشارة دياله وعليها كذلك التأكد من عملية التبويض وصحتها ومن حجم البويضات أيضا هناك عدة طرق لعلاج هذه المشكلة ممكن يوصفها لك الطبيب ومنها الإبر التفجيرية أو حبوب وأدوية الهرمونات واللي كتعمل على تكبير حجم البويضة بسرعة مما يؤدي إلى زيادة إمكانية حدود مسألة الحمل بدون مواجهة أي مشاكل في حال حاولت السيدة معرفة معلومات عن فترة عملية التبويض عند رغبتها في الحمل فهي كتحاول تبحث عن معرفة حجم البويضات ديالها واللي كتكون مناسبة لعملية التخصيب لأن السيدة بمجرد أنها تأخر عندها الحمل غادي تبحث على الأسباب غادي تمشي للطبيب ديالها غادي يدير لها الصنار المهبلي غادي يكتشف بأن حجم البويضة ديالها صغير بزاف وما كيوصلش للحجم المناسب وبالتالي غادي يعني غادي ينصحها يعطيها إما أدوية إما أدوية تنشيط أو أدوية الهرمونات وكذلك في حال واجهت السيدة مشاكل في حجم البويضة أو ضعف عملية التبويض فيجب عليها استشارة الطبيب ديال النساء المختص كنأكد عليها طبيب نساء والتوليد ماشي طبيب عام لأن الطبيب العام ما غاديش يعرف الحالة ديالك وغادي يدرسها بالشكل الصحيح وكذلك بالنسبة يعني للتبويض كيكون عندما كيكون نزول الطمت منتظم يعني إذا كانت الدورة الشهرية ديالك منتظمة فأغلب الوقت أنه كيكون عندك تبويض منتظم كتبدأ عملية تبويض من اليوم 14 من أول يوم للدورة وكيكون متزايد خلال أربعة إلى خمسة أيام ثم بعد ذلك كينخفض فيها الخصوبة وخلال هذه المدة يجب أن يكون حجم البويضة كيتراوح ما بين من 17 إلى 25 ميلي متر باش كيكون يعني البويضة كتكون بحجم مناسب لعملية التخصيب أما في حال كان حجم البويضة أقل من 17 ميلي متر فهذا ما كيعنيش أن احتمالية حدوث الحمل كتكون منعدمة ولكن من الممكن أن يتم تخصيب البويضة ولكن احتمالية حدوث الحمل كتكون ضعيفة بالزرف والطرق الطبية المستخدمة في علاج حجم البويضات الصغيرة في حال كانت البويضة منخفضة الحجم أو صغيرة الحجم فهناك عدة طرق علاجية كيتم الوصف ديالها بواسطة الطبيب تتعمل على زيادة حجم البويضات خلال الدورة المقبلة وهي وصف دواء لتنظيم الدورة الشهرية في حال كانت الدورة الشهرية النزول ديالها غير منتظم فكيتم وصف علاج لتنظيمها كيتعرف باسم دواء هرمون البروجسترون وكذلك يجب تناول الجرعة الموصبية من قبل الطبيب لعلاج تلك المشكلة واختيار الأيام اللي كتكون مناسبة مع حدوث عملية التبويض وعملية التخصيب وهذه الأمور هذه كاملة غادي يقولها لك الطبيب ديالك لأنه في حال أنه كيتبع التبويض ديالك بشكل منتظم غادي يعرف الأيام اللي كتكون فيها الخصوبة عالية باش يحدث فيها الجماع وبالتالي حدث الحبل تاني طرق وهي أخذ تاني طريقة عفوا وهي أخذ علاج لتنشيط عملية التبويض توجد عدة أدوية منها العلاجات الهرمونية واللي من ضروري استشارة الطبيب قبل التناول ديالها كتعمل على تنشيط عملية التبويض وكذلك وصف الطبيب للجرعات المطلوبة باش يحدث عندك الحمل والجرعات كتختلف من السيدة الأخرى على حسب حالة علاج الحالة المسببة لتأخر الإنجاب وكذلك حقا تعزز عملية التبويض بالرغم من أنه كين أدوية كتعمل على علاج هذه المشكلة كيتم تناول ديالها عن طريق الفم إلا أن هناك علاج آخر كيكون على هيئة حقا كيتم الوصف ديالها من الطبيب وكتعمل على زيادة حجم البويض بسرعة فائقة كي أدي هذا الأمر هذا لتعزيز عملية الإبادة لزيادة فرص الحمل وربما كتحتاج السيدة للإبر التفجيرية بعد أخذ هذا الحقا لكي تعمل هذا الإبر على مساعدة البويضات على الخروج من المبيض يعني كتفجر ديك البويضة باش كتتمشي إلى المبيض وكذلك الإبر التفجيرية في حال واجهت السيدة مشكلة ضعف عملية التبويض بشكل كبير فالطبيب كيوصف لها الإبر التفجيرية اللي كتعمل على تكبير وزيادة حجم البويضة بشكل سريع وملحوظ الجذير بالذكر أن الإبر التفجيرية كيتم الوصف ديالها بأنها هرمون كيكون مشابه لهرمون الحمل وكتحتوي على ماء وعلى بودرة كيتم الحقا هذا الإبر هدي كتساعد على تفجير البويضة باش يحصل الحمل وكيعطيك الطبيب الأوقات المناسبة لممارسة العلاقة باش يتأكد من نجاح هذا العملية هدي ويتأكد من تخصيب البويضة باش يحدث الحمل عندك إن شاء الله كذلك ضروري خاص ما يكونش هناك عراقي الأخرى اللي كتمنع الحمل بحال أن دورة ديالك ما كتنزلش كل شهر كتتطل عليك هاد الأمر هادا غير مقبول وخاص ضروري تعالج السيدة قبل أخذ هاد المنشطات وكذلك خاص تكون بطانة الرحم بطانة سليمة باش تلسسق فيها البويضة الملقحة باش يحدث الحمل الهرمونات تكون منتظمة باش يعني ما يحدثش مشاكل في حدود مسألة الحمل وممكن ينتج عليها عدم اكتمال الحمل ضروري خاص جميع الفحوصات والتحالي المتعلقة بالهرمونات تكون متعانيش من أي الترابات مثل هرمون الحلب الحليب عفوا هرمون الغدة الدرقية ما خاصش يكون فيها التراب قناة فالوب تكون غير مسدودة باش توصل الحيوانات المنوية إلى البويضات كل هاد الأمور خاصة تكون سليمة باش يحدث الحمل عند السيدة هذا هو الفيديو دي اليوم تمنين الإعجاب ديالكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم باللايكات وتعاليق أسفل فيديو لا عندكم شاستفسار إلى اللقاء